مرحبا مجددا مشاهدين الكرام وهذه الساعة الثانية من أحداث النهار كما نتابع على شاشة هذا العاجل الذي يأتينا من ألمانيا الشرطة الألمانية تقول إنه لا مؤشرات على هجوم إرهابي في حادث إطلاق النار بالعيادة الجامعية في برلين بطبيعة الحال ما زلنا في متابعة حادث كنيسة غوان في فرنسا وما يتلو حديث الرئيس الفرنسي عن أن فرنسا مستهدفة من داعش وأنها تنوي أن تحارب تنظيم داعش بطبيعة الحال وكما نوهنا للحديث عن القمة العربية في موريتانيا ربما يقدر هنا الإشارة يعني أتذكر الكلمة المصرية في القمة والتي قال فيها رئيس عبد الفتاح السيسي على لسان رئيس الوزراء إن إعادة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط يتجاوز المصالح العربية وأن العالم في أمس الحاجة لشرق أوسط آمن ومستقر ما نتابعه الآن في فرنسا وفي برلين وفي غيرها أتحدث عن ما يرتبط بحوادث إرهابية هي ترجمة لأهمية فهم وإدراك هذه النقطة ضيفي في الاستوديو الآن هو الأستاذ نبيل عطى مدير تحرير أخبار اليوم وبطبيعة الحال ربما يكون هذا هو المدخل للسؤال الأول يعني متى تدرك أوروبا تحديدا أن الملفات العالقة في الشرق الأوسط هي أحد الأسباب الرئيسية لهذا الخلل وهذا الإرهاب وهذا الخوف والرعب الذي تعيشه هو أعتقد مبدأي لازم نقول أن الغرب يجني الآن ثمرة ما فعله طوال السنوات الماضية ما فعله لأكثر من مستوى الغرب أولا متهم ومدان بأنه كان لدور في وجود القوى المتطرفة الإرهابية في المنطقة العربية وتكاسل الغرب متهم ومدان بأنه يخطط لتدمير أكثر من ست سبع الدول في المنطقة العربية ونجح في أكثر من تمانين في المائة من خطوته حتى الآن الغرب يهمل كل منشهدات القادة والزعماء والرؤساء والحكومات العربية بضرورة وجود تدخل حاسم وتعاون مثمر في مواجهة القوى المتطرفة الغرب الآن سواء في أمريكا في ألمانيا في فرنسا ودول غيرها كثيرة يدفع هذا السمن بدأت القوى المتطرفة والإرهابية توجه سهمها وخلاياها النائمة لأكثر من دولة أوروبية وتحديدا الدول الكبرى ألمانيا لم يكن متصورا أن تصلها هذه الإرهاب بهذا الشكل اللي فيه أربع حوادث فيه ثلاث أيام متتالية أو أربعة أو أسبوع ده ربطا بالاستقبالها بالعدد كبير من اللاجئين السوريين جزء كبير طبعا بريطانيا حاولت أن تنجم نفسها وخرج من الاتحاد الأوروبي خوفا من المهاجرين ولكن القصة أن الموضوع خرج لأن المهاجرين بالألاف والربما بالملايين في أوروبا دخلوا عبر إيطاليا دخلوا ألمانيا دخلوا أسبانيا دخلوا فرنسا نتكلم من أربع ملايين فرنسي موجودين في فرنسا رقم كبير جدا موجود في إيطاليا لا تقوم الإرهاب زرعت الإرهاب في الدول العربية وأحضرت الإرهابين إليك دون تقنين لم تساعد الزعماء العرب في مقاومة الإرهاب وبالتالي تدفع هذا السمان التصريح المباشر أو الرد المباشر من الحكومات الأوروبية فور أي حادث إرهابي لا توجد شبهة إرهابية وبعد مرور 24 ساعة يعلن أو يكتش يتم اكتشاف أن هذا الإرهابي له علاقة بتنظيم داعش أو غيره أو أعلنة ولأه لتنظيم الدولة أو حتى أنه من وصول عربية أو إسلامية للأسفة أو حتى أنه من وصول عربية مباشرة بأنه دين إرهاب ويجب استقصال كل ما هو إسلامي ويجب عدم إدخال المسلمين على رأي ترامب المرشح الأمريكي إلى أمريكا أو الغرب لازم أو يجب أن يفهم الغرب أنه آن الأوان كما قال رئيس عفاة تحسيسي في خطابه في القامة العربية يجب أن يكون هناك استراتيجية جديدة مبنية على تعاون حقيقي وحقائق واضحة وخطة ممنهجة وآليات محددة لمقاومة الإرهاب في المنطقة العربية وفي العالم لأنه لن ينجو أحد من الإرهاب ما لم تكن هناك مواجه حسين من ذلك نقلا عن وكالة رويترز للأنباء تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة عموم بفرنسا ده ياخذنا لإعلان داعش ما بين الحقيقة والإدعاء هل في كل الأحداث السابقة كان فعلا داعش متورط بمعنى أنه ما زال البعض بيتساءل يعني عملية الدهس في نيس استغرق الأمر يومين ليعلن داعش عن مسؤوليته ومفهوم أنه التنظيمات الإرهابية حتى من أيام أسامة بن لادن يعني بتعتبر أنه ده مكسب استراتيجي أن تكون هناك عملية مدوية تنسب لها تخطيطا وتنفيذا صحيح صحيح هو طبعا داعش مسؤولة أو داعش تقوم بهذه العمال وداعش معظم أو تسعين في المئة من العمال التي تمت أعلنت مسؤوليتها المباشرة عن الارتكال لكن أنا أتجاوز هذه النقطة لم يكن متخيلا في نيس أن يقوم راكب شاحنة باخترق هذا العدد المهول في يوم احتفال وطني بيئة فرنسا في دولة مثل فرنسا تقوم بتطبيق أشد إجراءات التأمين لحماية شعبها ومواطنيها والمقيمين فيها ويتم قتل هذا العدد في وضح النهر ويعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحدث المهم أن القضية تحولت الآن من الجرائم المنظمة التي ترتكبها أكثر من فرد لجرائم يرتكبها فرد واحد ولو كان الهدف هو قتل شخص واحد كما حدث في الحدثين الأخيرتين في ألمانيا والكنيسة الآن القسسة الذي زبح فورا شخص واحد يقتل تهزي صورة الدولة تهزي صورة الكيان في أكثر من مدينة في أكثر من مكان أنت بتقضي على صورة الأمن التي أو الذي كان تروج له أوروبا طول الفترة الماضية هي دول لا يستحيل على الرهاب أن يخترقها تستحيل أو يستحيل على داعش أن يخترقها داعش اخترت كل الدول الأوروبية ربما الآن مصر والمنطقة العربية أفضل حالاً على مستوى الأمني من الدول الأوروبية طيب أنا هنا عايزة أرجع لهذا التصريح اللي أخذ على الأقل عربياً وإسلامياً على فونسوى أولوند بعد حدث ميس لما قال إنه فرنسا الآن مستهدفة كلها تحت قبضة الإسلام المتطرف والبعض أخذ عليه فكرة ربط هذا بالإسلام مباشرة حتى وإن كان وصف بأنه متطرف الحقيقة السؤال مش على تصريح أولوند بقدر ما هو على ما يترتب على هذا لأنه فيه زاويتين للتحليل هنا البعض بيقول إنه الدول الأوروبية محقة تماماً سواء في هذا الخوف أو في هذه الكراهية أو في هذه الإجراءات الاضطهادية لأنه عندنا ناس بتعلن أنهم مسؤولين عن هذا وهم ينسبون للإسلام البعض الآخر بيقول يعني هذه الدول على التسحة سواء أوروبا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية بها إن لم يكن عشرات الألف فبها الملايين من ذوي الأصول العربية أو الإسلامية هم ربما يكونوا أكثر انخراطاً في المجتمعات الأوروبية ثقافة وفكراً منهم ربطاً بالفكر وثقافة وربما الديانة الإسلامية أي المقاربتين يعني تستطيع دول تواجه هذه التحديات أن توازن بينهما؟ هو ببساطة أولاً في حقيقة إحنا بنقرها جميعاً أو يجب أن يقرها جميعاً ويقرها الغرب قبلنا أن الإرهاب لا دين له أنا لو فسرت الحادثة الإرهابية أي إن كان الحادثة الإرهابية من مرتكبها وفي أي مكان يرتكبها؟ إنه إرتكبه مسلم أو مسيحي خلاص إبقى هتوم حرب دينية بين دول العالم فوراً الإرهاب لا دين له والإرهابي عندما يرتكب حادثه إرتكبه لأنه مسلم أو مسيحي أو يهودي هو يرتكبه لأنه ينتمي ومؤمن بقناعات جماعات إرهابية متطرفة لها أهداف ومصالح وستراتيجيات خاصة في المنطقة أو في العالم وإلا لكانت مصر وكانت دول الأوروبية والدول العربية وكل الحادث الإرهابية إذا قامح مسيحي أو يهودي بقتل مسلم في مصري في إيطاليا كما حدث من فترة أو في أمريكا كما حدث من قبل ذلك لقامت حرب في مصر ضد المسيحيين وهذا لم يحدث ولن يحدث فالغرب يجب أن ينظر إلى هذه المسألة نظرة بعيدة تماما عن فكرة ارتباط شخص أو الإرهابي بدينه لأنه الإرهابي لا دين له بالأساس النقطة الثانية إذا أردت أن تقضي على ذلك وتعالج المسألة من جزرها أنت تعرف وتدرك جيدا من باع الإرهاب في المنطقة هذا الإرهابي الذي جاء أو نفذ العملية هو ينتمي لتنظيم دولة إرهابية متضرفة معروف مكانه ومعروف مصدر تمويله ومعروف من يموله وكيف يتم التمويل لماذا لا تكون جادا في القضاء عليه أنت تمتلك كل الأسلح التي توجد في العالم وتخطط منذ أربع سنوات للتعامل مع تنظيم دولة وتفشل في مواجهته وتدعى أنك أقوى دولة في العالم هناك سر والسر مكشوف للجميع ولكن أنت الوحيد الذي تتعمد إخفاؤه نحن لا نتحدث كمان عن أقوى دولة في العالم فقط لكن نتحدث عن تحالف دولي يعني بغض النظر عن من يتفق أو يختلف مع الموقف الروسي لكن في النهاية التحركات الروسية يعني بعد إعلان مثلا الولايات المتحدة نية التدخل البري فكرة أنه كشف أنه كل هذا التحالف بكل أعضاء وبكل ما يعلن عنه من جهود وتمويل لم تقم خلال سنة كاملة بمثل ما قامت به روسيا خلال شهر تقريبا ده صحيح ولكن حتى التدخل الروسي هو تدخل روسي ليس في أصله مقاومة الإرهاب مفهوم أنا بس بتكلم على هذه الزاوية هو كان أكثر جدية في مواجهة الإرهاب أكثر جدية في ضرب القواعد العربية واستطاعوا أنه يقضي على أكثر من 60% من قواعد تنظيم الدولة في منطقة حلب ريض دمشق الغرب تحديدا أمريكا وبريطانيا وفرنسا غير جد أو كانت حتى الأمس أو حتى الأسبوع الماضي غير جد مطلقا في القضاء لتنظيم الدولة في دمشق أو حتى في ليبيا تنظيم دولة قدم خدمة جليلة أو يقدم خدمة جليلة للغرب تحديدا في ثلاث دول عربية في العراق وفي اليمن وفي ليبيا هو يقوم الآن بتفتيت وتدمير البنية الأساسية وقتل ملايين المواطنين في هذه الدول السلسة هو عفوا حدك بتقول أنه لم تكن جدة حتى الأسبوع الماضي ده ربطا بتصريحات فرنسوها أولوند بأن القوات الفرنسية في العراق وسوريا تحديدا ستكون تحت تصارف العراق كمان كان بيقول في مواجهة تنظيم داعش هو الجدية والتصريح يعكس أنه بدأ يصلهم حالة من حالات الخوف والهلع من تنامي العملات الإرهابية حضرتك ما تنسيش أنت بتكلمي عن ثلاث حوادث في دولة أو في دولتين كل دولة فيها ثلاث حوادث في أسبوع واحد ده كتير جدا على دولة قوية أو من أقوى الدول في الاتحاد الأوروبي أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي بيتعرضوا لهذا الخلل نتيجة التدخلات الإرهابية لمجرد أنهما بيقولوا أنهما لهم دورها يضعوا تصرف فالمسألة هنا تحدي تحدي وصراعات قوة في المنطقة من أقوى؟ الإرهاب أبو الغرب أمريكا وبريطانيا وفرنسا أقوى أم تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية وبالتالي المعركة سيحصل فيها تحول نوع من أنواع التحول إلا إذا تم وهذا وارد بالمناسبة أن يتم عقد اتفاق كما عقد أو كما كان في السابق بين ما يسمى بالتنظيمات الإرهابية وبين القوى الغربية لأنه وارد أن يحصل اتفاق سياسي والسياسة تبجح قدر من اتفاقات سياسة السمعة تهديئة العملات الإرهابية نظير كذا ويتم استكمال المهام الموكلة لهذه التنظيمات بالتعاون زي ما تنظيمات الإرهابية تتعاون مع تركيا ولا زالت تتعاون مع تركيا وتقدم لها مصالح جليلة حدك بتذكرني بيعني تقرير نشر أعتقد في الواشنطن بوست من سنة تقريبا وكان عنوان صادم جدا أن هناك احتمالات أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم داعش كدولة مستقلة ربطا بتفاهمات ومصالح تفضي في النهاية لهذا السيناريو الأكثر سوادا صحيح ولا نستبعد ولا نسبد ما قيل وما نشير وما كتب على لسان هيلاري كلينتون سبقا في كتابها الشهير أنه كان مخطط إعلان دولة إسلامية بوجود الإخوان المسلمين في 2013 لولا تدخل الجيش المصري وقام سر وثلاثين يونيو كل شيء قائم في سيناريو الأسود وسيناريو تفتيت المنطقة وسيناريو صناعة الشرق الأوسط الجديد الذي كانت أمريكا تخطط له ولكن جاءت الرياح بما تشتهي مصر ولا يشتهي العالم فورد نقول لحضرتك أنه يحصل لو القوى الإرهابية وداعش على وجه التحديد قررت أنها تهدئ أو تهدئ من عملات الإرهابية من الجائز قيام نوع من وقت اتفاق أو المصالحة بين الغرب وبين التنظيمات الإرهابية لأنه ربما يكون هناك رسالة من هذه العمليات المتنمية بأنه توقفوا عن التدخل في العراق وسبوهن العراق شوية عشان نخلص على البترول بتالعراق ونقضي عليها نظير أن أنتم تعيشوا سالمين وإلا هتقوم مواجهة بين الطرفين سؤال يبدو افتراضيا لكنه في نفس الوقت منطقي تماما ولو أرضية بتصاعد هذه الحوادث اللي يبدو أنها لن تهدأ في الفترة القادمة هل يمكن أن نصل لنقطة ما من عملية إرهابية أبشع مما حدث تأخذنا لمنحنة جديد يشابه 11 من سبتمبر هي ستأخذنا لمواجهة مباشرة في إذا لم تحسم مسألة تحرير الموصل وتحرير المودن العرقية من التنظيمات الإرهابية وأثبت الغرب أنه قادر على المواجهة وعدل خطته من خطة وهمية مبنية على التصرحات الإعلامية لخطة قيمة على الميدان وواجهة التنظيمات الإرهابية دي في معقلها في العراق وسوريا ستقوم أكثر من عملية على أكبر حجما وأكثر تدميرا من 11 سبتمبر لأنه سنة سرعة إرادة سرعة إرادات وصرعة قوة الأقوى سينتصر في المعركة وسيهم لشروطه الحقيقة أنا مش بكلم على 11 سبتمبر يعني استدعاءا للدموية وفداحة الحدث بقدر من التداعيات لا ده سنة طبيعية هو النسب تشوفيه حضرتك ده نوع من نوع التحول زي ما أقوله حديك في الأول أنه حصل تحول في تنظيم العملية الإرهابية وشكلها وكيفيتها ونوعيتها أقرب لما كنا بنشوفه أو بنسمعه أو نقرأ عنه اللي هو الخلايا النائمة مجموعة من المواطنين البسطاء اللي موجودين أكثر من مواطن في أي مكان في أي دولة أوروبية بدون سجل الجنالي سابق ونظير مبلغ من المال يفجر نفسه والمبلغ ده بتاع أسرته أين كان هو مين وانتهى الموضوع فرد يقتل واحد يقتل اتنين ما يقتلش حد خالص المهم من الصورة السودة الصورة السودوية والمأساوية للأوضاع الأمنية في أوروبا تنتشر على مرأة أو مسمع من العالم فيتأكد العالم أن الإرهاب أقوى من داعش لأنه كان في نغمة في بداية ظهور داعش في البداية تنظيم الدولة أنه كان أقوى من الدول لولا التدخل الحاسم شوية من بعض الدول كان بدأ النغم يقول لك محدش يدرق قوم داعش تنظيم الدولة سينتصر على كل داعش وحتى وبرك أوباما كان له تصريح شهير لما قال يعني أنه هذا قد يستغرق سنوات ستاشر سنة أو عشرين سنة عشان نقوم تنظيم داعش هنا ده مسجي يعني فيه كلام وراء مسكوت عنه وراء هذه التصريحات وأعتبر أنه دوء أحمر لتنطلق داعش في العالم نطلق داعش زمان داعش في المسألة طيب هعود بقى لبداية ما تحدثنا به هو ربط هذا المشهد مش عايز أقول التحذير المصري لكن ممكن نقول بعض النظر يعني الحقيقة أذكر أنه من سنوات سابقة كان السيد أحمد أبو الغيت وزير الخارجية وبعد تفجيرات بومبي وما شابه وسألت وساعتها على فكرة لماذا تعارض الدول الغربية الدعوة المصرية إن لم يكن فعلا فقولا أو إن لم يكن قولا ففعلا لمؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب يعني كل ما تظهر هذه المشاهد أستدعي هذا السؤال مرة أخرى يعني مرت سنوات كثيرة حتى الآن ولم تتم الاستجابة لهذه الدعوة بربط هذا بالحديث مش بس المصري عن فكرة الشرق الأوسط المستقر لكن الحقيقة فكرة الحديث المصري العربي في القمة العربية يعني لم يغفل متحدث من اللي تكلمه حتى من الضيوف مرتبطين بالاتحاد الإفريقي منظمة التعاون الإسلامي حتى الأمم المتحدة إن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأكثر الحاحن في الشرق الأوسط معرفش حضرتك لاحظت لده أولا فات نظرك أنه بعد سنوات من تراجع القضية الفلسطينية على أجندة القمة العربية تعود مرة أخرى لتكون البندرق مواحد خلينا نبدأ من الأول أنه عندنا قضيتين كان عندنا قضية فلسطينية موجودة رقم واحد على كل الاجتماعات العربية سواء الوزرية على مستوى القمامة والرؤساء أو حتى الاجتماعات التحضرية أنا مش أزعل لحضرك أنه حتى على مستوى لما بيجي لما بيجي صحفي أو يروح يسافر براء أو إعلامي في الدول العربية يتقلوا صراحة أن القضية الفلسطينية هي نمر واحد لدينا في أجندة العمل الإعلامي هو الخوف هنا من الموضوع أنه تحول لثابت من الثوابت الشكلية وليس العملية والفعلية التي تطلب أداء ومضمون وآليات نصرح أن القضية الفلسطينية على المحك الرئيسي والقضية الفلسطينية مجرد أن الدول العرب تكتفي برسال بعض المعونات الاقتصادية وانتهى الأمر عند هذا الحد والدولة الوحيدة التي كانت معنية بهذه المشكلة ولا زالت وستظل بحكم التوبغرافية بحكم التاريخ بحكم الارتباط بحكم الدم بحكم الجوار مشعور بالمسؤولية مشعور بالمسؤولية لأنهم إخوتنا إحنا الباب بتاع فلسطين الباب اللي بتفتحه وبتقفل عشان غزة وأهل غزة يكلوا ويشربوا بحكم مش مننا ولا فضل ولكن ده بحكم طبيعة ربنا سبحانه وتعالى خليقها بحكم مسؤولية وضمير إحنا بنمتله تجاه هذا الشعب الشريك والشقيق فالقضية الفلسطينية عادت من جديد ربما لإحساسك أنه إسرائيل وهي أحد أضلع مسلس أو مربع أو خماسي الشر في المنطقة تمارس دورها لأنه لا يوجد من يواجه القضية الفلسطينية ستظل وإن حتى خفت الاهتمام بها هي الداعي والمشجع على الوحدة العربية من جديد عندما تستدعي حتى الشعور الوطني بالانتماء للقضية الفلسطينية تصبح قادر على لم الشمل العربي تجاه قضية واحدة حتى إذا كان التجمع هذا شكلي وقائم على فكرة التصريحات لأن العرب يختلفون في قضايا أكثر مما يتفقون ما نختلف عليه أكثر بكثير مما نتفق عليه ولكن أنا الأولى أن نتفق على قضيتين محوريتين هي القضية الفلسطينية وبشكل فعلي وعملي وهي مواجهة ومكافحة الإرهاب والتنظمات الإرهابية بما في ذلك وارتبطا به التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية التي هي تساند بشكل فعلي مباشر وغير مباشر التنظمات الإرهابية في المنطقة طيب هنا هرجع لقمة شارم الشيخ والقوى العربية المشترك وفكرة ضرورة التعاون العربي العربي للحفاظ على الأمن القومي العربي أين تقف الآن ليس فقط الفكرة ولكن الإرادة بأن وقتها كان في هذا رد مباشر على حضرتك بتقوله وعلى التهديدات الإيرانية وكان في خطوات كمان على الأرض ربما وإن كانت مش عايزة أقولها على استحياء لكن أصد لم تتصدر المشهد الإعلامي وإن كان مفهوم أبعدها لكن أين تقف الآن الإرادة العربية في هذا الشأن لأنه رفض التدخلات الإيرانية على رأس نقاط البيان الختامي لكن كيف يترجم هذا ده يترجم بوسيقة سرية للغاية إحنا ما نعرفش ملامح وتفاصيلها لكن نعرف العنوان الرئيسية ويكفينا العنوان الرئيسي أنه لابد من تفعيل الدعوة المصرية لإنشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب الإرادة العربية ممثلة في أنه الدولة العربية ورغم أن عدد كبير منها تربطوا مصالح وثيقة بالدولة الإيرانية وفقت ولم تعارض توجيه ما يشبه الإدانة وما يشبه التهديد للدولة الإيرانية بدرود وقفة تدخلاتها في المنطقة الإرادة العربية أنه أحمد أبلغيت أحمد أبلغيت يبزل جهود كبيرة لرأب الصادع العربي وتفعيل المبادرة المصرية مبادرتين المصريتين الحقيقة مبادرة ويكفي ده لأننا من كتير قوي ما عملناش ولو ما تفناش ولو على ألية واحدة على فكرة واحدة ويمكن لو كانت أستاذ أحدك بس ربطا يمكن بالليحنا بنقوله بس في زاوية أخرى رئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس هيئة أركان القوات البرية الباكستانية ويؤكد له اهتمام مصر بالاستفادة من خبراتها العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب الحقيقة ده يخليني مجبرة أضيف لفكرة القوى العربية المشتركة التحالف الإسلامي صحيح ويمكن دل البعض في الدول العربية والدول الأوروبية والغربية حاول يلعب عليه فكرة التفريقة وزرع الخلافات ما بين مصر وما بين السعودية أيهما يقود التحالف الإسلامي أيهما يقود ولكن الغرض مختلف الغرض مختلف والهدف مختلف قوى عربية مشتركة غير تحالف إسلامي هذا له قيادة وله دعم وتمويل وطرق إدارة وآليات عسكرية وهذا له نفس الأمر بشكل مختلف وله أعضاء مختلفين لدينا تركيا ولدينا باكستان وله أعضاء مختلفين تماما 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 وبالتالي لا توجد نقطة نقطة خلافة الحقيقة ولكن الخلاف في القوى العربية المشتركة المخترحة من مصر تحتاج لتدقيق أكثر وآليات أكثر لأن المسألة ليست بالسهولة التي يتصور البعض ربما يعت البعض يقول أنه مصر طرحت الفكرة والقمة العربية انتهت والقمة العربية الثانية عقدت ولم ينفذ شيء هذا الكلام لا ينفذ الدولة العربية بقالها ستين سنة سبعين سنة من أول قمة العربية عقدت في أنشاص سنة ستة واربعين وحتى الآن تقريبا ما اتفقتش على حاجات كتير يعني فخليني نتفق وبشكل ما المرادي على حاجة مهمة قوي زي القوى العربية المشتركة ورئيسي الشغال مهتم الحقيقة بالموضوع ده بشكل جديد لأنه يدرك بشكل قوي جدا أهمية وجودها لمكافحة الإرهاب في المنطقة العربية والحفاظ على شرق أوسط ومنطقة عربية أمنة ومستقبلة يعني الواحد إحقاقا للحق وليس تحيوزا لمصري يعني لازم يقول أنه رئاسة المصرية والدولة المصرية بتتعامل مع فكرة يعني سواء التنافسيات أو القيادات أو كل هذه الأفكار اللي يعني تفتح المجال لكثير من الخلاف أكثر من الاقتراب حياة مصر بتتعامل معها بكثير من الحكمة وبكثير من الترفع يعني ربما بخلاف ما قد يتوقع من قيادات أخرى الحديث عن الإرهاب ومكافحة الإرهاب وهو أيضا يعني غير أنه تحدي مشترك لكنه على يعني البنود الرئيسية لحديث الجميع وللبيان الختامي بيطرح سؤال إلى أي مدى هناك إدراك عربي لأليات هذه المكافحة للإرهاب وهنا اللي بقصده تحديدا هي فكرة يعني حصر الأمر في المكافحة الأمنية والتعاون المشترك في هذا المجال أمني عسكري وفكرة الأذرع الأخرى اللي لا تقل أهمية سواء اقتصادي سواء فكري سواء ثقافي سواء ديني أنا بتكلم عن مستوى الوطن العربي ككل أي الكفتين أرجح في هذه اللحظة هو عشاني يبقى منصفين العرب مدركين لأهمية الفكرة ولكن ليس للأليات ولا لكيفية التطبيق لأنه لما تيجي تكلم عن الاتحاد الأوروبي وإحنا بنتكلم برضو في نفس السياق عن الموضوع الاتحاد عنده اتحاد قوي بقاله سنين طويلة عنده أليات عنده ضوابط عنده اقتصاد مشترك عنده ضوابط دخول وخروج مشترك عنده تأشيرة موحدة وسياسة خارجية موحدة عنده تصرحات موحدة لما بريطانيا خرجت الناس قاعدين عاملين يعني يعني تتمعوا خلال كم يوم يعني ونز علانة وناس بتموت وخمسين مليون بيفكروا يعملوا اعتراض وحاجات كده كثير فمتمسكين بقيم الوحدة لأنه بيعرف يتصرف وهو موحد بيعرف في لحظة واحدة يعرف مين دخل ليبيا مين دخل سوريا مين دخل العراق ودخلها فين والساعة كام وامتى الكلام ده مش موجود وطول ما الكلام ده مش موجود ده معناه إن فيه وقت مهدر منك في متابعة ومعرفة والقدر على تحديد مين دخل ومين خرج من الارهابيين أو غيره المسألة بتخطيرة لدرجة العرب لازم يفكروا فكل آليات الوحدة أكتر من أي وقت فات وإحنا لغاية دلوقتي زي أقول لحضراتك عندنا اختلافات في حاجات كتير جدا على المستوى الاقتصادي إحنا بنتكلم في 18% من التجارة البيانية من حجم التجارة العربية مع العالم بين الدول العربية عندنا حجم العمالة اللي دخلها دلوقتي التأشيرات بين معظم الدول العربية مقفولة ومفتوحة لأفريقيا وأسيا فقط لأنهم بيخافوا العرب بيخافوا من العرب دلوقتي بيخافوا من العمال العرب بكل فئاتهم وبكل مهنهم بس بس أنا عايزة أرجع لنقطة الإرهاب وفكرة إلى أي مدى حتى في دول كبرى في الأمة العربية إحنا مش هندفن رؤوسنا في الرمال رئيس عبد الفتاح السيسي والكل بيعترف أنه فكرة تجديد الخطاب الديني أصبحت ملحة أكثر مما كانت قبل ذلك والحقيقة الخطوات مش بقدر هذا الإلحاح دول كبرى كالسعودية مثلا إلى أي مدى فكرة تصحيح هذه الأفكار وفكرة التعامل مع جذب شباب في هذه السن المتقدمة جدا لأفكار شديدة تتطرف تصل بالشخص لأنه يقتل نفسه هو الصراحة أدريك يفضل موجود بين دول وبين دول بين دعاة الشر والفتنة وبين دعاة الاعتدالة والخطاب الديني المستنير أنت بتكلم عن دول بقالها مئات وعشرات السنين بتستهلك وبتحشي دماغ ولادها وخرجينها في كل مواسطها الدينية وكل ما ليس له علاقة بالدين الصحيح في عدد كبير أو في نسبة كبيرة من خرجينها ومن دارسينها سواء كان في مصر كان في السعودية كان في أردن كان هنا كان هنا وده اللي خلق تنظمات إرهابية متطرفة جماعات إسلامية وإخوان مسلمين وغير إخوان مسلمين وهكذا وجماعات جهاد إسلامة وغيرها تقريبا من 30 يونيو بقى في ما يشبه الإجماع وتحديدا في مصر والسعودية بحكم أنهم أجبر قوتين وقد نقول مصر والخليج يمكن بسرعة أوسعة مصر بسرعة أوسعة شوية في إسرار على فكرة تعديل الخطاب الديني لأنه الخطاب القديم لا يليق بمستحساس العصر ومستجداته وما يدور وحكم اللغة وحكم الخطاب وحكم عادتنا وتقاليدنا التي تغيرت بنسبة كبيرة يجب أن نكون صرحة وقعين مع نفسنا أنا عندي أكتر في مصر على سبيل المثال عشوانا نكلمش عن دول تانية في مصر على سبيل المثال أنت بتتكلم عن وزارة أوقاف تضم أكتر من 200 ألف إمام وخطيب منهم نصهم على الأقل بالمكافأة ونصهم غير موهل ونصهم ليتلقى تدريب الكافي وعندما تعلن وزارة الأوقاف عن مصابقة لتعيين 3000 إمام وخطيب من شهر والأولوية لمن هم بالمكافأة وأزهرين تصر على عمل خطاء اختبار لهم وهنا في حاجتين مهمين الحقيقة أنت مخليه أعتلي المنبر بالمكافأة وبتختبره مرة تانية معناه أنك ما عندكش ثقة كاملة في أدائه دين مرة واحدة المسألة مش ترتيب أوراق اختبار أنا بدي مؤشرات بس يعني هايقول لي بس المعد ممكن يرد على ده بأنه فكرة أعادة التقييم يعني كل شوية مفهومة ومهمة لا أنا ورده أنا بأتكلم بقى من الأول خالص أنا ما أكونش اخترته ويعتلي المنبر ولو بالمكافأة إلا إذا كان يصلح ده يؤكد أنه فيه خل الماء يعني فيه تجاوز عن ماء فيه سسنائات ماء طب هو حضرتك يعني بس وإن كان ده موضوع ده شجون يعني كلنا مع فكرة تجديد الخطاب الديني والتخوف من مثلا خطبة الجمعة يعني ما يتم فيها أو كان يتم على مدى سنوات هل الحل أن أنا أجعل الخطيب يقرأ من ورقة ده الواحد لو أنا وقفة بدرس الطلبة بتوعي وبقرأ من ورقة أفقد أكثر من نصف مصدقيتي وكأني غير قادرة على توصيل هذه المعلومة يعني بتلقائية شديدة فأجد خطيب وإمام مسجد يعني يقف أمام الماءات يوم جمعة وما فهم أنه له هيبته وله يعني هل هذه هي الفكرة الأفضل؟ هي الفكرة في كيفية حل الأمور اللي بتواجهك الثقافة بتاعتنا في حل مشاكلنا أيما على ثقافة حرول شكلية أنت بتفكرش في المضمون دايما أنت بتفكر في الشكل الخارجي اللي يعمل شو وشكل كويس أوي فالناس تبقى مبسوطة به بالمناسبة الخطبة المكتوبة مطبقة في دول الخليج العربي والزمن الإجمالي للخطبة من بداية الأذان للإقامة والانتهاء الصلاة 20 دقيقة عن الخطبة ما تزيدش عن 10 داعي ولكن في مصر ليس هذا والحل مطلقا والمشكلة مش في خطبة الجمعة المشكلة فيما بعد خطبة الجمعة يعني بلد الأزهر الشريف يعني كانت ومازالت منارة لتوصيل الإسلام لكل دول العالم أعتقد أنه ليس الأنسب أنت بتكمل سلسلة قتل الإبداع حتى على مستوى الفكر الديني أنت بتكمل ده هتكتب ورقة واطلع قولها سمعها وخلاص وانتهى الموضوع أنت حط ضوابط وقتية زمنية معينة ممكن تتفق مع الناس بتوعك تديهم دورات تدريبية وتتفق على منهج عام في الخطابة ممكن تتفق على عناصر معينة الناس تركز عليها وتقولهم أنه زمن الخطبة تقريبا ما يزيدش عن كذا عشان ما نطولش عن الناس وما نتابش الناس لكن عايزين ننور عقول البشر عايزين نقول لناس حاجة كويسة واسيب الإبداع للخطيب وقيمه وعدى ليه شهر اثنين وثلاثة واسيبه إنما أنت بتمارس بالأفكار دي حتى هذه اللحظة تمام سياسة قتل كل ما هو قادر على الإبداع لأنه وعتين أنتهى بس في جملة سريعة لأنه ما ينفعش نخفى للملف السوري وتأكدات البيان الختامي على فكرة يعني الإصرار على وحدة الأرض السورية وأن يكون المفاوضات والحديث السياسي هو الحل والأساس وإحنا نتكلم عن اجتماع أممي فرنسي روسي على لسان ديمستورا وانتظار في البيت الأبيض لمن هو الساكن الجديد هل قبل مش هقول تحديد كمان هل هو دونالد ترامب أم هيلر كلينتون ولكن قبل أن يصل الرئيس الأمريكي الجديد للبيت الأبيض هناك أي فرصة لأن يقوم العرب بأي تحرك في الملف السوري للأسف الشديد مش عزب متشائم يعني بس العرب مش هيقدروا يقوموا بأي خطوة معينة ولا مؤثرة غير الاتجاه لفكرة الدعم الأوروبي والحل السياسي وللأسف الشيء الإيجابي الوحيد الشيء الإيجابي الوحيد يعني الإيجابي الوحيد النوعية من للخضير السورية لبشار الأسد يعني أنه أكتر حاجة عمالها للأرهاب أنه أفاد بشار الأسد وأكد لهم أن اللي بيعملوا بشار الأسد ده لبعض الشعب السوري اللي بيؤمن مازال يؤمن ببشار الأسد أنه بشار الأسد حمى دولته أو حمى جزء من دولته اللي وقعت فيها دولتي من إرهاب ولكن الضحية في النهاية مئات الألاف من البشر بيموت كل يوم والعرب هيبقوا عاجزين عن ده لأنه أمريكا موجودة بريطانيا موجودة فرنسا موجودة روسيا موجودة هذه الدولة الأربع إذا لم ترد حل المشكلة فلن تحل المشكلة يعني طبعا أنا بشكر حدك شكرا جزيلا نستاذ نبيل عطى مدير تحرير أخبار اليوم على هذه القراءة وإن كانت القمة العربية تحتاج لقراءة أكبر وإن كان البعض بيرى أنه هذه القمة وإن لم تأتي بجديد وده كان حدثنا يمكن قبل الهوى فعلى الأقل أحد المزايا أنها عقدت لأنه لا نستطيع أن نخفل بيان المغرب عندما اعتذرت عن رفض استضافة هذه القمة وتحدثت عن أنها لا تستطيع يعني استضافة قمة تعطي انطباعا خادعا بوحدة عربية غير موجودة وفي ظل معطيات غير موجودة لتعاون عربي مشترك وكان هي بيان صادم وإن كان فيه شيء من الحقيقة ولكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله صحيح أعتقد أنه دي أحد المميزات الرئيسية وإنها الأول مرة في موريتانيا كمان ده مكسب مهم جدا منذ دخولها الجامعة العربية صحيح الأول مرة الأولى التي تستضيف فيها موريتانيا القمة العربية والحقيقة بعيدا عن السياسة نتحدث عن الذي يجمع ولا يفرق في الأمة العربية العادات والتقاليد وما يميز موريتانيا وما لا نعرفه عن موريتانيا والحقيقة دي أحد نقاط الضعف الكثيرة لدينا في الوطن العربي إن ربما نعرف عن العواصم الأوروبية أكثر بكثير مما نعرف عن العواصم العربية الزميل أيمن إبراهيم في هذه الجولة التي سأترككم معها حاول أن يرصد الكثير مما لا نعرفه عن موريتانيا من عادات وتقاليد وربما أكلات وفنون شعبية أترككم مع هذه الجولة وهذه تحيات ريم وكتي اشتركوا في القناة